أنا عندي صورة برضو عشان ناس تبقى متخيلة للكاثلاب أو المكان اللي بنعمل فيه الأسطرة هو دي غرفة الأسطرة بتاعتنا ممكن بسرعة كده مكوناتها كده والصورة موجودة هي غرفة الأسطرة عبارة عن جهاز أشعة متحرك اللي وحنا نقول عليه سي أرم اللي هو الأبيض اللي في الشمال ده اللي هو الأبيض في آخر الصورة والجهاز ده بيبقى حوالين طرابيزة طرابيزة دي متحركة شبه طرابيزة العمليات بالضبط اللي بينام عليها المريض عشان نقدر نصور شرعينه لما نحقينها بالسبغة عن طريق جهاز الأشعة الموجود واللي قدامنا دي الشاشات اللي احنا بيظهر لنا الاسود ده عبارة عن عدة شاشات بيطلع عليها الصورة اللي صورها جهاز الأشعة اللي صورها جهاز الأشعة أو اللي احنا بنصورها دلوقتي اللي احنا شايفينها دلوقتي يعني بيبقى حاجة لايف يعني اللي حاصل جوه أنا شايفه على الشاشة قدام بالضبط تمام تمام بتستعمل إيه دكتور عندي صورة تانية عبارة عن طقم كده عندنا دي صورة للإبرة والمدخلات بتاعة الأسطرة إحنا الأسطرة في بدايتها في بدايتها ده إحنا بنتكلم في السبعينات كانت عبارة عن بيعملوا فتح فتح صغير بنقول عليه كاتداون اللي هو فتح على الشريان يقدروا يفتحوا بمشرة عشان يقدروا يصلوا إلى الشريان الحقيقة أن الكلام دلوقتي طبعا ما بقاش على الإطلاق الكلام ده بقاله فترة طويلة الأسطرة عبارة عن زي تركيب القسطرة الوريدية بالضبط زي الكانيولا أو القسطرة الوريدية هي عبارة عن شكة إبرة اللي هي الإبرة اللي كانت موجودة عندنا في الصورة وعن طريق هذه الإبرة بنقدر ندخل بحاجة اسمها السلك المرشد ومن السلك المرشد ده بنقدر ندخل عليه بالمدخل اللي هو اللي برضو كان موجود عندنا في الصورة وده حاجة شبه الكانيولا بالضبط بس بدل ما بندخل بيها في وريد بندخل بيها في شريان زي شريان الفخزة أو شريان الساعد مثلا عن طريق هذا المدخل وهو الحقيقة هو دي الحاجة الوحيدة اللي بيحس بيها المريض إبرة شكة إبرة وبعدين مدخل وبعدين الأسطرة تخش من المدخل فهو ما بيحسش بحاجة تانية هو ما بيحسش بالأساطر والأسلاك والكلام ده هو ما بيحسش بيها على الأرض هو بيحس بشكة الإبرة الأولانية زائد المدخل وهو داخل ده رحلتك بقى بتمشي ازاي بيتخلق مثلا من الفخد لو دخلت من شريان الفخد إحنا الفكرة الأساسية للأسطرة بتعتمد أن الشريان كلها متوصلة بالضبط هي شجرة طلعة من الشريان الرئيسي في الجسم اللي طالع من القلب اللي هو الشريان الأورطة الأورطة كبير فإحنا أي شريان فرعي نقدر نرجع منه بالخلف لغاية لما نوصل لشريان الأب زي الشوارع شريان الأكبر 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 زي تفرعات نهر زي الترع الفرعية تتفرع للترع أصغر 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 ونوصل منها للنهر الرئيسي أيوة فإحنا بنقدر نوصل من الشريان أي شريان فرعي زي شريان الفخذ وهو شريان كبير طبعا أو شريان الساعد نقدر نوصل منه عن طريق أن نمشي عكس التجاه سريان الدم طيب وصلت بقى للأورطة لغاية لما نوصل للأورطة الشريان الكبير هتخش بقى شريان التجاهز زي؟ الشريان التجاهز هي أول شرايين بتطلع من الأورطة أول فروع طلع أول ما بيخرج من القلب فوق الصمام الأورطي على طول بيطلع الشرايين التاجية بتقدر تخش منها بنقدر نخش منها الحقيقة أن الدخول منها ما بيبقاش هو ده الحاجة الصعبة ده التحدي لأن إحنا في معظم الحالات عندنا الأساطر اسمها بريشيب بريشيب دي يعني هي مشكلة سابقا الأسطارة بيبقالها شكل يساعد وده التكنولوجيا والتطور أن بيساعد على دخول الشريان بدون ما نعمل تحركات أو manipulations كتير عشان ما نقزيش المريض فهي الأسطارة الحياة بتخش بطريقة سهلة في الشريان ومتشكلة على شكله متشكلة على شكل التجويف بتاع الأورطة عشان توصل للشريان بتاع القلب شريقة أسطارة مخصصة للشريان الأيصر الرئيسي وأسطارة مخصصة للشريان الأيمن تمام تمام وعن طريق هذه الأسطارة بعد ما بنقدر نوصل منها بنحقن السابق عشان تتفرج بقى تشوف المنظر بقى جوه عمل إزاي بالضبط نعرف إيه اللي موجود ديق واسع مسدود بالضبط إيه اللي نقدر نعمله الخطوة الأولى دايما بتبقى بالنسبالنا هي أن احنا بعد التصوير إذا وجدنا سدد يجب إصلاحه أن احنا بندخل بحاجة اسمها السلك السلك المرشد السلك ده بنقدر ندخل به جوه الشريان اللي رفيع قوي اللي احنا عايزين نتدخل فيه جوه هذا السلك نقدر نعدي فوق هذا السلك نقدر نعدي على اللي احنا عايزينه زي ما نحب نوصفها دايما نحنا بنزحلقه عليه نقدر نعدي عليه الأداة اللي احنا عايزين ندخل بيها بالضبط الأداة دي قد تكون بلونة قد تكون دعامة قد تكون أسطارة شفط بتوشفوط الجلطات قد تكون أسطارة حقن دواء في أساطر بنحقن عن طريقها الدواء أنا حب بس أوضح أن كل الأدوات دي المريض ما بيحسش بيها لأن احنا عندنا مجرد ما المدخل دخل في الفخز أو دخل في الساعد خلاص بيحسش بحاجة هو بيدخل الأسطارة من جوهه وكل الحاجات التانية بتدخل جوه الأسطارة فهو دي حاجات بتبقى رفيعة جدا جدا إلى درجة أن المريض ما بيحسش بيها ولا بتبقى عملاله أي مشكلة أو شعور هو صاحي مريض صاحي وفيش تخدير وفيش حاجة بالضبط طيب إيه بقى الحاجات اللي ممكن تتعمل في مكان الجلطة أو مكان الضيق إيه البدائل اللي عندك البدائل اللي عندي رقم واحد أن احنا نعدي أول حاجة السلك المرشد في بعض الحالات الفزيرة يزم يفوت بالضبط لحنا لو ما قدرناش نعديهم ما بنقدرش نعمل أي شيء آخر والحقيقة إن في حالات الجلطة ما بيقاش فيه صعوبة عادة في تعديق السلك لأنها بتبقى لسه فريش لسه حاصلة لسه مش متكلسة على عكس الحالات المستقرة المتكلسة اللي بقالها فترة طويلة ممكن معرفش نفوت ممكن معرفش نفوت ونحتاج أدوات مخصصة أكثر صلابة عشان نقدر نعدي بعد ما السلك ده بيفوت بنقدر في حالات كتير قوي بيبقى هي حتة تجلط صغيرة قوي هي اللي سدفة بجرة بعبور السلك خلاص بيفتح صراين الدم جميل وهنا بيبقى الخطر الكبير راح عد اللي هو المنطقة اللي في خطر زي ما احنا قلنا عليها في الأول اللي هي مش وصل لها دم اللي هي بقى عرضة لأن الحياة تدي من العضلة تموت